موسيقى نظرا لما تشهده الجمهورية التونسية من احتجاجات تحولت مؤخرة إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق متفرقة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن برنامج مساعدات إلى تونس للسنوات الخمس المقبلة بقيمة مليار يورو وذلك لدعم الاقتصاد التونسي الذي تراجع أداؤه مؤخرا المزيد حول الأحداث التونسية الأخيرة في تقرير رائد ياسين بعد مرور خمسة أعوام على ثورة اليسمين في الرابع عشر من كانون الثاني عام 2011 تأتي الذكرى الخامسة حاملة معها ثنائية الفقر والبطالة بما ينذر بمؤشرات لانتفاضة تونسية جديدة أشعل عود ثقابها هذه المرة أحد التونسيين قام بالانتحار قرب مقر والي القصرين احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف التظاهرات الشعبية المستمرة بولاية القصرين ليومها الخامس على التوالي اتسعت رقعتها إلى باقي المدن والمحافظات لتعج بآلاف التونسيين المعترضين على سوء أحوالهم في البلاد ورغم إعلان الحكومة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة إلا أن تلك الوعود لم تلقى صدا إيجابيا في صفوف المحتجين هذا الشباب اليوم الشباب القصرين يعيش انتفاضة جديدة نتيجة الفقر والتهميش والإقصاء اللي تمارس فيه الحكومة على منطقة القصرين الشباب القصرين اليوم فايل يطالب بالشغل اللي هو حق من حقوقه باش يعيش كمواطن كريم في تونس الحكومة التونسية وعلى مدى الأيام الماضية لم تتمكن من كبح جماح تلك الاحتجاجات رغم تصريحات رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في قرار لانتداب أكثر من خمسة آلاف شخص من العاطلين عن العمل ضمن برامج وزارة التشغيل بالإضافة إلى التسريع بوضع آلية لمكافحة الفساد في البلاد القصرين اليوم اللي شهدت اقبل الستين الشهيد واللي متلفت له حتى حد اللي تهمشت البيطالة اليوم شباب القصرين المعطل المهمش المحقول يطالب بالكلمة فقط فضربوه بهذه انظروا ماذا يستحقوا شباب القصرين الذي أجلس الوزراء على كراسيهم ما طالبنا الحكومة الحكومة تتلفت للجهيات المهمشة تتلفت للجهيات المهمشة بالفعل بالفعل مش بالقول بالفعل مش بالقول الناس راحوا صعيين الناس مدام وقت تنتحر الحكومة تنتظر أكثر من هكذا تراجع معدل النمو الاقتصادي في تونس وانخفاض عائدات السياحة خلال العام الماضي نتيجة للأحداث التي تواترت هناك زادت من حدة الأزمات التي يعيشها التونسيون فهل ستشهد تونس في الأيام القادمة ثورة ياسمين جديدة ستعمل على تنفيذ معطيات أجندتها بما يحقق الاستقرار والأمن الداخلي في بلادها الخضراء